بعد وفاة صاحب الشركة شعر حمزة أنه مات أيضا فبعد عمله لمدة الثلاثين عاما بالشركة تولى فادي ابن صاحب الشركة المسؤولية وكان أول قراراته التخلص من حمزة وطرده حيث لم ينس فادي الموقف القديم لحمزة عندما اكتشف تحويله أموال من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص دون علم أبيه وطلب فادي منه عدم إخبار والده إلا أن حمزة أصر على إطلاع أبيه من باب الأمانة وكان جزاء الأمانة أن يصبح بلا عمل وبعد أن كان يقترض من أصدقائه آخر خمسة أيام من الشهر لينفق على أسرته أصبحت حياته كلها كأواخر الشهور وابنه الكبير في كليات الطب وابنته في الهندسة وابنه الصغير في الثانوية العامة وجميعهم يحتاجون لأموال كثيرة غير حساب الماء والكهرباء والسكن وعلاجه وعلاج زوجته وغير ذلك لذلك ظل حمزة في حيرة ولم يشعر بما حوله إلا وهو واقف أمام البنك حيث أن صاحب الشركة كان قد وضع أكثر من مئة ألف جنيه باسمه خارج حسابات الشركة ليصرف منها على أموره في غيابه فقال في نفسه هذا ثمن غدر فادي بي وحق خدمة السنين ثم صرف المال وقبل أن يصل إلى بيته قال في نفسه ما هذا؟ لقد أصبحت خائنا ولصة لا لم ولن أكن ذلك الرجل الملوث في آخر إيامه وفجأة وجد نفسه أمام باب الشركة ليدخل إلى فادي دون استئذان ويجده جالسا والدهشة تملأ وجهه وهو يمسك بخطاب تركه له والده فوضع حمزة المال أمام فادي وحكى له قصته وازدادت الدهشة على وجه فادي ثم هم حمزة بالخروج وهو في قمة الفخر فأوقفه نداء فادي المليء بالحزن انتظر يا عم حمزة وبابتسامة رقيقة أعطاه خطاب والده ليقرأه وإذا به ولد العزيز أعرف أن أول قراراتك هي طرد عمك حمزة من العمل فأنت تكرهه منذ أن أفشى سرك لي وكان الأجدر أن تحترمه لأمانته إن عاد إليك أعطه الشيك المرفق بالخطاب واعلم أنه كان رفيق دربي لنصنع لك تلك الشركة بكى حمزة كثيرا وتأسف له فادي وهو يحتضنه وأعطاه الشيك الذي كان أضعاف ما كان سوف يختلسه وأعاده فادي للعمل ليكون المسؤول عن الشركة في غيابه فبكى حمزة وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اشتركوا في القناة